هنا بحر الصين الجنوبي رغم اتساعه فقد ضاقت به السفن العسكرية بما رحب فبعد إن كانت فضاء تجري فيه السفن التجارية إلى أنحاء العالم باتت البارجات العسكرية تتناوش فيه لتضيق معه أفق السياسة وتتنادى نذر الحرب كشفت حالثتا تصادم محتمل بين واشنطن وبكين وقعتا خلال الأيام الأخيرة أحدهما في البحر والأخرى في الجو في منطقة بحر الصين الجنوبي بتصاعد نذور المواجهة بين الجانبين الصيني والأمريكي رغم تجنبهما الصدمة المباشرة إلا أن الحادثتين تؤشران على هشاشة الأوضاع والترتيبات العسكرية في المنطقة ورغم أن الحوادث المذكورة توقعت في المياه الدولية والمجال الجوي المفتوح فإن بكين ترى أنه لا يمكن للأساطير والقاذفات الأمريكية القدوم إلى المياه المحيطة بالصين وخلق أزمات بشكل أساسي ثم تطلب من الصين اتباع قواعدها وهو ما بدى واضحا خلال توبيخ وزير الدفاع الصيني لي تشانغ فو الولايات المتحدة والدول الغربية خلال كلمته بالمنتدى حوار تشانغ ريلا مطالبا بعدم تدخل في سياسات بلاده ومؤكدا مرة أخرى على مبدأ الصين واحدة في تلميح لتدخلات أمريكا في الأزمة التايوانية داعمة حكومة تايبيه في سعيها للاستقلال وبما أن أمريكا كانت تحاول أن تظهر الأمر في بحر الصين على أنه تنافس وليس صرع وهو ما جاء على لسان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سلوفيان تعليقا على أزمة رفض وزير الدفاع الصيني لقاء نظيره الأمريكي إلا أن الأمور تسير إلى ما هو أبعد من المجاملات الدبلوماسية هناك وفي بحر الصين الجنوبي في مناورات بحرية مشتركة تقف روسيا داعمة للصين كرد على الدعم الأمريكي لأوكرانيا وفي ظل لعبة الكراسي وتبادل الأدوار وفي بعض الأحيان الوجوه لا تستبعد كثير من التحليلات أن تؤدي أحد التحركات من أي طرف كان إلى اندلاع اشتباك ما قد يترتب عليه رد فعل من المقابل وبالتالي اندلاع حرب لا يريدها أي طرف في العالم ترجمة نانسي قنقر